هل سمعت تصريحات ريس جي بعد المباراة النهاردة؟ لا بسمعت ايش اقول لك اقول ريس جي بعد المباراة قال انه هو كان بيلعب المباراة دي وهو عنده كسر في ايديه في اخر المباراة مع ترابزون التركي وانه ربط ايديه ولبس تي شيرت بكومة عشان كابت حسنان حسن ما يشوفش ان في مشكلة في ايديه ولعب المباراتين وهو مصاب وقال انه انا انا محظوظ انها بلعب تشيرت منتخب مصر وان انا عايز العب لمنتخب مصر دلوقت وان انا افضل ادي المنتخب طول الوقت وان انا مبعدش عن منتخب مصر طول الوقت ترزي جي بيتقلق النهاردة بيتقلق في المباراة اللي فاتت بيتقلق في تصوير كاس العالم بيتقلق بقاله سنتين كمعدل تهديفي عظيم جدا رأيك ايه؟ بدون كلام لعيب كبير اوي لعيب كبير اوي 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 ولعيب محترم ومخلص ايوة يعني نقطة مخلص دي حطت تحتيها مية خطة كريمة ترزي جي وصل لمرحلة من النضوج ان هو عايز يحقق خد بالك راجع كده هتلاقي ترزي جي بكى بحرقة قوي في اخسارة مطش كاس العالم في اخسارة مطش نهايات كاس العالم النهائي 2019 على المعتقل وتصفات كاس العالم 2017 و2021 اللي اتنين بكى بشكل ملفت للنظر وكان نفسه حقق بطولة سواء في النهائي في الاتنين النهائي اللي خسرناهم او في تصفات كاس العالم ترزي جي وصل لمرحلة ان هو انا عملت حاجات كتير جدا في الكورة لعبت في اوروبا لعبت في انجلترا لعبت في تركيا لعبت في بلاد كتير جدا نفسي حقق بطولة مع منتخب بلدي نفسي حقق انجاز مع منتخب بلدي فلو هو ما اخد بالك برضو دي في الكابتن حسام حسن اخد بالك وللحقيقة اعترض زي ما انا عايز مع الكابتن حسن في حاجات فنية انما حسام حسن كان بتبقى رجليمة بصوري يعني بايزة وكان بيتكلمها وخليها تلعب فهده حسام حسن صح يعني ده حقيقة الشخصية هي كده يعني بص اختلف مع شخصيته واختلف مع عنيته لا بس هو بيحب المكسب ويحب بلده وعنده اخلاص شديد ايضا محدش يقدر يختلف عليها طبعا وبيحب اللعب وبيحب الكورة وبيحب ان هو يبقى موجود فاكيد ترزيجي لقط حاجة انا شفت في برنامج احد البرامج زيزو حتى وهو بيتكلم مين احسن مدرب مسكك في الفترة لاختك الكابتن حسن ما كملت الشعارين معي قال عشان الناس ما تقولش بس ان انا بطبل لكابتن حسن عشان هو مسك دلوقت لا اول كابتن حسن حسن في المعاملة النفسية خد بالك تحس ان زيزو كمان بيتعامل في الملعب بشكل محترم